مشروع اصدقى. الاسد عايز ايه? الاسد انتظر العلاقة دي او اتمام العلاقة دي لفترة طويلة جدا. نفسه تتم بقى. ده حاجة هو اشتغل عليها بقى له فترة. ونفسه يوصل لنتيجة مرضية. حقه. نفسه ما يبانش ضعفه. هو حاسس ان هو ضعيف في العلاقة دي ودي مش عادة الاسد. فعمال يكابر ونبين نفسه ان هو يعني تمام. بس هو مهزوز جالد. العلاقة الاراية تنطبق على المتجوزين كمان. يعني المتجوزين شايفيه يعني نفسهم يبنوا ثمار العلاقة دي او الجواز ده. ونفسهم يبانوا ان هم مش فرق لهم وان هم اقوية جدا. شايف شريكو ازاي? شايف شريكو ده يعني صابر او منتظر شيء. اوكي? اه شريكة بقى بصوا الاسد طلع له فان? نفسه يروضك. نفسه يروضك. اهو الاسد بعينه واقف قدامه. ونفسه يروضك. نفسه يعرف ازاي يتحكم فيه ويسيطر عليه. نفسه في ايه كمان? اللي لسه ما ارتبطوش. نفسه يبتدي معك عيلة. اللي ارتبطو. نفسه العيلة تبقى بالشكل ده. ابو امت مكان حلو. مسامتين بوقتهم والدهم بلعبوا وراهم. الصورة اللي هي للزواج السعيد. شايفك ازاي? شايفك ما سيطر عليه. بصوا ده قائد العربة هو اللي بيقود المسيرة. تمام? قلنا الموضوع ده بالنسبة للبنات. يحاولوا البنات الاسد. انا عارفة ان ده طبعوكم وانتو مولوديني. بس حاولوا ما تبينهوش او حاولوا تخفوه شوية قدام الشريك بتاعك. لانه ما ينفعش ان انت تسيطري على العلاقة وتمشيها طول الوقت. فهمين قصدي? هي صعبة شوية للاسد البنت. بتعاني شوية مع شركة. بس الشريكك شايفك مسيطرة على العلاقة. والعكس برضو لو الاسد هو الراهل يعني. التقمة بينكم حاجة يعني غريبة للبنت. بس التفسير الوحيد لها انه انتو ادمنتوا بعض. يعني عدتوا مع بعض مدة كافية انو ما تقدروش تبعدوا عن بعض خلاص. ادمنتوا بعض وواخديني العلاقة كده زي ما هي. مش فارق معاك وبعض. يعني هو انت مساكر عليه مقبر دماغ. مش قادر يبعد عنك. مقدرش يبعد عنك او عنك. وخلاص هي كده. متقايدين بسلاسل زي ما انتو شايفين كده. متقايدين بسلاسل لبعض. ما يفعش سيبه بعض. عاجة حيلوقة. الشهر ده العلاقة قوية. بس هي فيها شوية ايه? يعني ما تعيش مشاعر جامدة كده ودلع وحاجات كده. بس هي قوية. العشرة ما شاء الله يعني واخدها دور جامد ان علاقتكم ما شاء الله ما بتكسرش. مفيش حاجة بتأثر فيها. ارتباط اكتر الشهر اللي بعده بس هي بقى ايه آآ رومانسية شوية. لأ فيه رومانسية كتير. دي جاد? والله يا ما مركزة خالص. يعني انت مركزة انا بقول ايه? بس تشوتي بقى الوضوع ماشي معاتو ازاي? كمال مدة صغيرة في حد هيقدم لحد حاجة. الشريك حد من الشركة يعني حد هيقدم لحد حاجة. حاجة حلوة. حاجة هو كان منتظرها وكان نفسه التم. بنتكلم في صغوصون شهرين. ان شاء الله حاجة هو كان مستنيها. يمكن ده يكون الحاجة اللي كان الاسد مستنيها بقاله فترة ونفسه نفسه التم على خير. القراية تحفة. انا اول يعني اشوف الكارت ده بالطاقة ما بينكم. انتو ادمنتوا بعض يا جماعة. انتو ما تعرفش تاني عن بعض ثانية. آآ راية حلوة قوي قوي للعلاقة العطفية. لجد ما شاء الله عليكم. حاجة تحفة. اوكي. تعال نشوف ايه الاخبار. العقرب قامتة. نبيلة العقرب لسه متقلق قريب. هتلاقي موجود في الصفحة. هو اللي على طول كاتبنا. معلش معلش معلش. يعني تلاقي بس اوما اللي في الصفحة اللي لدي اكتر. معلش. آآ اسلام. انا كل يوم بقول برج واحد بس. النهاردة تدور على الاسف. كتير قوي. يا مونا. حببتي. وانا بحبك يا سلمة جدا. والله فعلا تناني يا ابو خالد. اوكي. ايوة زي ما قالوكو راشد. يا بناتي وياولاد. يلا. اه. تمام. تمام. دي المجموعة الاولى يا هادير. اللي هي بتبتدي من اثنين وعشرين يونيو لحد اه تلاتين او واحد تلاتين يونيو لو هو واحد تلاتين يعني. آآ عليا اخاتم سليمان. اوكي ماشي يا ماروة. يعني كلنا مستنين. الموضوع صعب جدا ليه? ده الموضوع جميل انا شايفة الموضوع حلو قوي. اوكي انا باهرب. بتهربي من ايه يا لينا? زيك يا لينا. حقا ما قدر يا سيدي الكرف لان عندي ما شفت ايه في حياتك اباني جدا مكلمتك يا صافي. اسحب لك لحرفة الكرف. بعد ما بخلص القريات كنا هتبقى في اخر لايك كده عشرة دقيقة نسحب كروت. ودي لي الموضوع واسحب لك. طيب يا هشام بشكرة على النصيحة. آآ ويعني خليها لك. انا جوزي. حبيبتي ربنا يخليكم لبعض. الفلوس يا محمد ما فيهاش صاف حسن الفترة دي. الشهر ده. الشهر ده انا ما شايفة حسن والله هو اعلم يا رب تكونوا غلطانا وربنا يبزقكم من واسع ان شاء الله. بس انا نطلع ليه في الكارت. انا ساري. اوكي. اوكي. هو ما بيرجع الشريحة. هنشوف يا هدي فيه رجوع. لا لا. على فكرة الكارت الاخيرة اللي قلت انه حد ان هو بيقدم لشريكه حاجة ده ممكن يكون رجوع لو كان حصل الانتصال بتاعي. بشكرك يا ماريام كذب المجومة واصلتك بتاعي. مرسي يا دودو. مرسي يا روح قلبي. حاجة مخوفين هي هانتصر عليها طميمة. حاضر يا ماروة. تلي مكسح بشكرك يوسف. حقيقي مرسي يا مامة طيب خلينا نشوف بقى ايه المجموعة التانية. المجموعة التانية بتبتدي من واحد حد عشرة اغسطس. المجموعة التانية ان شاء الله فيها تطور مجدي. بس بعد شوية معاناة. اوكي. طيب لا نشوف. يا ربي يرقط. يرقط على قط. القصر. الأسد ان شاء الله جياله امه مكافأة تعمله. او فلوس كان مستنيها في السورس امم. حد بيطلبوا فلوس. حد بتدير فلوس. حد بجير بيطلبوا فلوس. اب ام تبدي لولدها. وهي فلوس جايلك من قلب. او حد زوج يعني مقام عالي يعني بيدي لك مبلغ مالي. فيه بيض رزق جديد او رزق من حيث ولا تحت ستب. حاجة مكنش عامل حسابك عليها. فلوس انت مكنش عامل حسابك عليها. ان شاء الله جاي لك. بلاش رسميها فيها. خليها نقول رزق. ورزق اي اشكال كتير. المهم انها حاجة جاية من عند ربنا وهديف وقتها. كويس? وهنقول لها الحمد لله وهنشكر ربنا وحاجة حل لقضي. الحاجة مادية لسه طرعة نزلة. مش مش مستقرة زي ما انتم شايفين. خلي بالك من صرف واحد خطة وما تصرفش غير في الحاجات المهمة فقط. طيب. فيه صراع هنا داير. فيه حالة دفاع عن النفس. الاسد بيدفع عن نفسه في حاجة. حد بيتهمك بحاجة وانت بترفض تقول لا ما حصلش انا ما عملتش ده مثلا. او حالة منافسة شديدة جدا. اوكي? في كارت ده نصيحته ليه? اسبك مكانك يا اسد. ويعني واكسب ارض. اكسب ارض. ما تتراجعش. لو كسبت معركة كملي. تتعبش وتقضي. يعني هتكسبها. ان شاء الله هتكسبها. في عندنا مطلشي. وولادة شيء جديد. مطلشي مش موت شخص خالص. خالص. مش شرط خالص. بس ده مخروض ده الموت جاي. هيقضي على حاجة باي باي. بس فيه شمس طلع وراه. يعني مجرد ما الحاجة دي هتموت. الشمس هتطلع بعدها. في حاجة جديدة هتزهر مكانك. الموت ده ممكن يكون موت معتقد. ممكن يكون موت فكر. موت عاطفة. في حاجة عندك هتروح ويحل محلها حاجة ثانية. في عملية تحول هتحسن. اثارها عليك. هيكون انك عايز تبعد عن المشاكل كلها. هتبعد عنها تبديها دهرك وتمشي. الكارت ده كمان آآ ليه معنى انه في ناس بتعتمد عليك اسد انه انت الامان ليها وانت اللي لازم توصلهم تعدي ليهم لبر الامان. في مسئولية عليك. او انك انت زي ما قلت لك خلاص قررت تبعد عن المشاكل وتمشي. بشكلك مش هتمشي بس وتبعد ده فيه سفر. انا شايف انه فيه سفر. سفر طويل. هتبتدي حاجة ليدك خالص. طيب. تطور مادي ان شاء الله هيحصل. افتيكت ده نتيجة السفر انت هتعمل حاجة شكلك هتعمل حاجة اه هتعمل حاجة مختلفة. حاجة انت ما عملتهاش قبل كده. الحاجة دي هتخلي عندك اه الحالة المادية تتطور وتنتعش. زي ما قلنا انت في حرب او في حالة اه دفاع من نفس زي ما قلت لك. حالة تحول حينتج عنها ندم. هتبقى ندماني. افتكر انا عرفت ايه ايه اللي حيموت. ثقتك في شخص معين. في شخص معين انت هتفقد الثقة فيه. وهتنغمس في ذاتك وهتبقى اه يعني حدا بتاخد جانب ومش عايز يعني مش عايز تتكلم حد ومش عايز تشارك حد همومك ودي عتا كاسة بتاخد جانب تحبش تشارك حد همومك. ما بتحبش حد يشوف ضعفك يعني. فانت حاسس بخزي وحاسس ان انت تغدر بك. ناشي سوري بس ده اللي انا شفته يا رب اكون غلطانة بس الحاجة الحلوة بقى. الحاجات الحلوة تاين قاعدها عليكم. ان شاء الله في مبلغ مليه هيجي لنا. هي رزق هيجي من ربنا. حاجة انت كنتم مستنعها هتيجي في وقتها ان شاء الله. الحالة المدية بس مش كتير. حسن وهتستقر. هي حالة استقرار اكتر منها حالة تطور. حالة استقرار ملي. كويس? في حرب دايرة. في حمالية تحول هتحصل. هينجم عنها. كيف ما تقول صدمة بسيطة كده. زعلة هتبقى مصدوم شوية. واخد جنب بس هتقرر تبعد عن كل المشاكل دي. سبعة وتساعة.